بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بادئ ذي بدء أهنئ الأمة الإسلامية والشعب الجزائري بقدوم شهر الفضيل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شكرا جزيلا لطاقم إذاعة الميتي ميديا الجزائرية على اهتمامهم بنقل مضمون الشبكة البرامجية لقنوات الإذاعة الوطنية بالنسبة لإذاعة القرآن الكريم خصصت باقة من البرامج والأركان الخاصة بالشبكة البرامجية لرمضان موسم هذا العام نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر برنامج مجالس رمضان الذي يبث بشكل يومي من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة مساء يعالج هذا البرنامج مواضيع ذات صلة بالدين والواقع أيضا نسهم فيه المواطن المستمع الكريم لإثراء النقاش برنامج ليلة أيضا يبدأ من الساعة العاشرة ونصف ليلا إلى الساعة منتصف الليل هذا البرنامج مباشر معه يحاول أن يجد الحلول لبعض السلوكيات والظواهر التي تحدث في رمضان ينشطه كوكبة من خيرة منتج إذاعة القرآن الكريم الجزائرية بالنسبة للبرامج المسابقتية برنامج أشبال القرآن الكريم هذا البرنامج في طبعاته الخامسة هذا الموسم ربما جاء بصيغة جديدة والتي كانت فيها التصفيات الأولية عن طريق تقنية الواتساب كان فيه اللجنة التحكيم الموقرة اختارت عددا من فئتين الفئة الأولى أقل من 18 سنة مع حفظ القرآن الكامل كاملا والفئة الثانية 12 أقل من 12 سنة مع حفظ نصف القرآن الكريم سيتبارون خلال الأيام الشهر الفضيل وتتوج بفائزين بالمراتب الأولى والثانية والثالثة مع مرتبة رابعة تشجيعية في كل فئة ستنتظر هؤلاء الفائزين سينتظرهم جوائز قيمة بالتأكيد تشجيعا لهم ودعوة لغيرهم لحفظ كتاب الله والاعتناء به أيضا ستنظم إذاعة القرآن الكريم ليلة منتصف من رمضان ندوة فكرية بعنوان قيمة الوطن بين الشرع والقانون والعرف ينشطها كوكب من الدكاثرة والمختصين يتحدثون عن قيمة الوطن في كل بلد إذن كل هذه البرامج التي تقدمها إذاعة القرآن الكريم هي تحاول أن تعطي أو تحاول أن تسهم في رفع منسوب الوعي الجماعي لأفراد الأمة الجزائرية المتشبثون بقيم الدين الإسلامي السمح ومحاولة إظهار قيمته وسماحته عن طريق هذه البرامج والأركان طبعا في الشهر الفضيل وطيلة أيام السنة وشكرا لكم شكرا لكم